أهلا بكم بعد أن علمنا الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم كان لابد من التفصيل بعد الإجمال فميز لنا الصراط المستقيم وقال صراط الذين أنعمت عليهم فمن هم هؤلاء السعداء الذين أنعم الله عليهم إنهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وكل من سار على ضربهم قال الله تعالى في كتابه الحكيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا في هذه الآية الكريمة ثلاث مجموعة من أنعم الله عليهم وهم من عرفوا الحق وعملوا به ومن غضب عليهم الله وهم من عرفوا الحق ولم يعملوا به وأما الضالين فهم من لم يهتدوا إلى الحق ولم يعملوا به أخي الكريم لا شك أن أعظم نعمة هي الهداية إلى الإسلام ولا شك أيضا أن أعظم آفة تصيب الإنسان هي الجهل والظلم والجحود بالعيناد أحيانا يشعر المؤمن بغربة لقلة السالكين للصراط المستقيم في هذه اللحظة علينا أن نتذكر قصص الأنبياء والصالحين التي ذكرت في الكرآن الكريم علينا أن نتذكر قصة سيدنا إبراهيم حين ألقي في النار علينا أن نتذكر قصة سيدنا يوسف حين ألقي في ظلمات السجن علينا أن نتذكر قصة سيدنا موسى حين شق الله له البحر أنت لست وحدك فقد سبقك على الصراط المستقيم العديد والعديد من عباد الله المؤمنين قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال قال الله تعالى فعلينا كل الحذر من تلك الفئتين الضالتين فهم يحاولون بشتى الطرق ضمك إليهم وصرفك عن الصراط المستقيم فاحذرهم سؤال ثاني مهم ليه اليهود المغضوب عليهم سبق النصارى الضالين في الآية الكريمة هذا يرجع لعدة أسباب أول سبب كرب المكان حيث كان يسكن في المدينة وما حولها العديد من اليهود أما ثاني سبب فهو الترتيب الزمني لأن اليهود ظهروا قبل النصارى وآخر سبب لا شك إن المغضوب عليهم هم أكثر ظلما من الضالين سؤال ثاني جميل هل كل النصارى يعتبروا من الضالين أم هناك أيضا منهم من هو مغضوب عليهم الحقيقة من حضر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورفض الإسلام فيدخل في ضائرة المغضوب عليهم لأنهم قد عرفوا الحق ولم يتبعوه حديكم مثال كلنا طبعا نعرف هراكل عظيم الروم في يوم من الأيام حضر إليه معاوية ابن أبي سفيان فسأله هراكل عن هذا النبي الذي بعث في مكة فلما تيقن من نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ضلن بملكه ولم يدخل في الإسلام فهذا يعد من المغضوب عليهم وعلى النقيد عندنا النجاشي ملك الحبشة لما تيقن من نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسلم وترك النصرانية وانضم إلى الصراط المستقيم وهناك من أعلم أحبار اليهود عبد الله بن سلام لما تيقن من نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دخل الإسلام على الفور وهاجمه اليهود بعد أن كانوا يمدحوه رضي الله عنه أرضاه أخي الكريم يجب علينا جميعا تثبيت أقدمنا على الصراط المستقيم وذلك بتعلم العلم النافع من القرآن والسنة النبوية المشرفة الآية الكريمة بتقول بمعنى آخر لماذا أضيفت صفة الإنعام إلى الله مباشرة أما صفة الغضب فأضيفت إلى المجهول ببساطة لأن الإنعام ده باب خير وفضل فيجب أن يضاف إلى الله مباشرة أما الغضب فده باب انتقام فالأفضل أن يضاف إلى المجهول لأن غضب الله شديد ومعلوم لنا جميعا أن فوق عرش الرحمن كتب أن رحمته سبقت غضبي فالرحمة دائما تسبق الغضب عند الله سبحانه وتعالى إنه أرحم الراحمين وهذا أيضا من باب التأدب مع الله في الخطاب حتى لو كنا نقرأ الكرآن الكريم وأخيرا أخي الكريم سر على بركة الله على الصراط المستقيم ولا تلتفت إلى الفئتين المغضوب عليهم ولا الضالين فأنت على الصراط المستقيم جزاكم الله خيرا